موسيقى الطائرات الحربية الروسية تستهدف بعدة غارات تلت الكبينة بريف اللاذقية الشمالي قوات النظام تستهدف بالمدفعات والصواريخ مدنها وقرى كفرنبل ومعرض حرمة والشيخ مصطفى والدير الشرقي والدير الغربي في ريف إدلب الجنوبي مقتل ملازم في قوات النظام بشار علي سليمان المنحدر من ريف حما على يد مجهولين في ريف درع الأمم المتحدة ترسل 33 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية إلى محافظة إدلب عبر المنافذ الحدودية مع تركيا السلطات اللبنانية توقف عشرات السوريين بينهم أطفال في بلدة الصوير البقاعية خلال اليومين الماضيين بتهمة دخول الأراضي اللبنانية بشكل غير شرعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد استعداده للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني مشيرا إلى أنه أمر وارد ومن مصلحة إيران في حين تؤكد إيران رفضها أي مفاوضات مع واشنطن قبل رفع العقوبات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر